بسبب اندلاع الحرب على أقليم تغراي تدهور حالة الشعب تلقائياً إضافة إلى أزدياد عدد المرضى لعدم إيجادهم لأدوية كافية زرنا مستشفى عيدر العام لرؤية أوضاع المرضى ومن ضمنهم الأطفال الذين ولدوا تحت الوزن الطبيعي وتحدثنا مع الأمهات عن المصاعب التي يواجهونها لعدم توفر الأدوية لأطفالهم أدعت الآت جئت إلى المشفى لأنني أنجبتها أدعت طفلي وأنجبت في الشهر السابع وحدث هذا لأنني لم أجد ما يكفي من الطعام بسبب الأزمة والحرب التي كان في تغراي وكنت أتذور جوعاً أثناء الحمل ولم أتمكن من الذهاب إلى المستشفى للفحص أيضاً أدعى قنة تسفي أتيت من مدينة أكسوم حملت وكنت أراجع في المستوصف وكنت أعاني من عدم توفر الأغذية لذا كنت أعاني من المجاعة ولم أجد دواء كافي لأخذه بسبب الحرب التي شنت على أقليم تغراي الأطفال الذين يوجدون في المشفى ولدوا تحت الوزن الطبيعي لأن الأمهات لم يجدوا ما يكفي من الطعام والأدوية في فترة الحمل وقالت الممرضة عميد في السهى التي تعمل في قسم الرعاية بالأطفال في المشفى أن حالة الأطفال في خطر حالياً لدينا حوالي 27 طفلاً الذين ولدوا قبل أوانهم وهناك من ولدوا في أوانهم لكن لديهم مشاكل صحية ولدينا أطفال من لديهم مشاكل خلقية بعد الولادة يجب أن تجد الأمهات ما يكفي من التغذية في فترة الحمل ويجب أن تبحث ما بين الحين والآخر وهذه هي واحدة من الأسباب التي جعلت الرضع يصلون إلى هذه المرحلة مع الحرب التي كانت مستمرة في تغراي لم تتمكن الأمهات من إيجاد على ما يكفي من الطعام كان من المفترض أن يجدوا المرضى ما يكفي من الأدوية لأن يتعالجوا وعدم توفر الأدوية أجبرهم ليعيشوا حياة سيئة إنه طفل الرابع ولكن هذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها هذا النوع من المشاكل بسبب الأوضاع التي كانت تجري في تغراي لست قادرة على شراء الأدوية لأنها باهظة الثمن ويقومون الشعب بمساعدة حين يروني محتاجا والآن نحن نعاني بسبب نقص الدواء وقد مر شهر منذ مجيئي إلى هنا التحدي الرئيسي الذي نواجهه الآن هو قلة الدواء عندما يفترض أن يتناول الأطفال الدواء ولكن بسبب النقص لا يستطيعون الحصول عليه ونرسل الوالدين إلى العيادة الخاصة لكنهم لا يشترون لأنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف ونقص الإمدادات الطبية له مشكلة كبيرة أيضا ولدينا نقص في الملحقات وفي الختام طلبوا الأمهات والممرضة من الحكومة الفدرالية وأبناء تقراء المقتربين أن يفعلوا ما بوسع برسال الأدوية الكافية لإنقاذ حياة الأطفال قبل فوات الأوان والمساعدة الإنسانية للأمهات أيضا يجب من الحكومة الفدرالية أن ترسل لنا الدواء الكافي لكي يتعالجوا أطفالنا وأن يرسلوا لنا مساعدات غذائية لأننا نواجه المجاعة أطلب من الحكومة الفدرالية أن يرسلوا لنا ما يكفي من الأدوية لأننا نعاني من الجوع ونريد أن يتعالج أطفالنا أطلب من الإدارة المؤقتة والحكومة الفدرالية أن يقدموا للأطفال ما يحتاجونه يجب أن يقدموا لنا كل ما نحتاجه ويجب من المجتمع الدولي معرفة المشاكل التي نمر بها الأطفال هم أمل المستقبل فيجب علينا إنقاذ حياتهم وأن نعتني بالأمهات أيضا يجب من الجهات المعنية إرسال أدوية وأقضية كافية لشعب تقراء لأنه عانى وما زال يعاني حتى بعد اتفاقية السلام